اشتركوا في القناة 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 8-8 دراهم لما تشانبينيو بالنسبة للشامبينيو 8-8 دراهم بالنسبة للبرد 8-8 دراهم للمتابعة الكيلو بالنسبة للكرومب أو الملفوف 8-7 دراهم بالنسبة للبصلة 80-5 دراهم والبطاطا حلوة للبطاطا المرتب للإشارة متابعين الكراب المتابعة جنشاه قناة الشاق فمدينة مرسيل سابقا هي كانت مدينة فلاحية ضمتية وكيفما جاء على لسان يعني أحد الخضارين لكي يبيع الخضر بمدينة مرسيل فقال قطاطة دي المرسيل وصلت حتى الجزائر ومعروفة قطاطة دي المرسيل بالجودة واللدة دي للمتابعين الكرام وصنوا أن الأرضية دي المدينة مرسيل هي أرضية رملية وبالتالي فكيصلاح هذا النوع من الخضار أنه يتم الغرس دياله في هذه المناطق الربلية خصوصا مدينة مرسيل للإشارة في مدينة مرسيل قبل التوسع العمراني فكما قلنا فهي كانت تزود واحد عدد كبير من المناطق بالخضار وكانت البطاطس على رأس هذه الخضار إلى جانب الفواكه الموسمية وكذلك الخضار الموسمية متابعين الكرامة متابعين قناة الشفطة بقناة الشهر كيف قلنا البطاطس المرتين والإشارة في البطاطس المرتين يعني الناس اللي يكعرفوها والناس اللي يقيصوها فوضا يحمقوا عليها ويهوضوا حتى المرتين كما أنهم يشريوا هذه النوع من البطاطس متابعين القلكر من اسفارجل فهذا العام فهو موجود 8-8 درهم والإشارة في الفواكه دياله الاسفارجل فهي لا تعد ولا تحصى ولكن المغربة موقعوش يعني يعني لكي نقوش بيسهل كو السفارجل يعني اللي يتقنوه وكي يعرف انه يوجد به متابعين القراب يعني المأكلات ديال المطبخ المغربي الأصير خصوصا اللي كي عسل هاد النوع ديال فوكه اللي هو اسفارجل يعني بالسكر كي عسله بالقرفة فهو كيجيلة ديد ولا ديد جدا وفوكه اللي فيها منافع كثيرة للإنسان الانسي. بالنسبة للقوق متابعين الكرام فالثمن دياله 10 درهم يعني اللقوق اليوم 10 درهم. وبالنسبة الشيف لورفا والثمن دياله 8 درهم بينما الفول والجلبانا واللوبيا فالثمن دياله 14 درهم. اما واحد صوليس ماطيش عدية اللي لقيقة اللي نقول له حنا يا صوليس. فالثمن دياله متابعين الكرام المتابعين على الجرطة بغلالة وصل الثمن ديالة الاربعتاشر درح. وبالنسبة للبروكلي فالثمن ديالة تلاتين درهم هنا باسوار الحمامة البيض. وبالنسبة لللفز فالثمن ديالة وصل عشرة درهم. وبالنسبة للفلفلة يعني فالثمن ديالة متابعين الكرام وصل تمنطاش حتى العشرين درهم. هذه الانواع ديال الخضر متابعين الكرام يعني 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 بمجرد أنك الكم بعملية بسيطة ديال الحساب كانت تقريباً الأنواع ديال الخضر مثلاً اللي كان سنينة كان واحد ترصت شعورة شوش閃ة عب JENN 2013、11 12、1780,620 university----2320 يعني اثنين وعشرين حاجة الاغلبية يعني بسيتنا البصلة والبطاطا فكل يعني تقريبا جميع الفواكه فالتمن ديارة متابعين الكرام وصل عشرة دراهم يعني تقريبا غدي ادي كيلو 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 من الحاجة وما غدي ادو وزلك شمتابعين الكرام اسبوع اذا ميتين دراهم فهي غير كافية بتاتا بس الاسرة اللي فيها اربعة ولا خمسة ديارة الافراد انهم يعيشوا بيها بالتالي خصوم اكتر هذا احنا كنا نضروه متابعين الكرام على القفيفة غيد والخضرة ما كنا نضروهش على الفواكه وما كنا نضروهش على الاسماف وما كنا نضروهش على اللحوم البيضاء والحمراء وما كنا نضروهش على الزيت والقاطاني وباقي المواد الاساسية اللي كيستهلكوها المغاربة متابعين الكرامة متابعة قناة شوكتابي قناة شك يعني نيزانية اصبحت ضخمة خص المواطن المغربي انه يخص باش انه يعيش ان شاء الله ان هاد الاتمين ما دقاش بهاد الغلاء متابعين الكرام علما بانه سابقا كانت ميتين درهام كان بامكانك ديرك انك جيب بها الخضرة وجيب بها للحام والحوت والقطاني وشيط الخير والخبير ولكن متابعي قناة شوك تبي خناة الشعب مع هذا الاسعار اللي هي ولات غالية فقفيفة دي الاسبوع سك سبعمية درهام احتل تمنمية درهام متابعين الكرام لاشعلك تشري كل شي وتشري جميع المواد متابعين الكرام اللي غدوز بها اسبوع متابعي قناة شوك تبي خناة الشعب وميكان هدرو على جميع المواد فحنا هدرو على الفوضر والفواكه والاسماك يعني والاشياء اللي قدخل في الغضاء والفطور والشعب والقاطاني والزيد وباقي الاشياء الاخرى متابعين على الكرام اذا كيف قلت المتابعي قناة شوك تبي خناة الشعب يعني بحساب بسيط فميتين درهام يعني غادي نجيب لك قفيفة ديال الخضراء فيها تقريبا كيلو من كل صن متابعين الكرام المتابعي قناة شوك تبي خناة الشعب ويا الا كافياش كيف قلنا من خلال هادبة المباشر هذي اليوم ما طيشة وصلها 14 درهم 13 درهم بطاطا خمسة درهم والقرع اخضار كيف قلنا متابعين الكرام فهو وصل 12 درهم 13 درهم جزار او خيزو او الجعدة فالتمن دياله وصل 8 درهم الخيار 8 درهم ففلة 8 درهم يعني الاسعار اللي هي غالية وغالية بالنسبة للمجموعة من الاسر الفقيرة اللي والله تقدلقى صعوبة كبيرة جدا انها تشري جميع اصناف وانواع الفضراء والاشارة كيف ما قلنا فهذا الغلاء فهو عنده تداعيات كبيرة على الاسر اللي متابعين الكرام فبجموع لنا الاباء فهوما كيلي وقع له مشاكل وكيلي بداية كدبا مشاكل لان الاباء خصوصا دوي الدخل المحدود فهوما ما عندهمش استطاعه ما عندهمش القدرة والاجر درهم فهوما ما كيسمح لومش مع هذ الغلاء الاسعار انهم يشريوا ويلبيوا جميع طلبات المعيشة اليومية للابناء درهم وبالتالي فالزوجة قد طالب الزوج درهم انه يفر هذ المعيشة اليومية وبالتالي كدقع مشاكل داخل الاسر وما يعني المشاكل او ملفات الطلاق اللي هي معروضة علي المحاكم فمن بين الاسباب الرئيسية للمتابعين الكرام والغلاء ديال الاسعار بحيث ان مجموعة ديال الاباء فمن بقوش قادرين انهم يفروا نولدتهم جميع اسماف وانواع المعيشة اليومية من قدر وفواكه وباقي المواد الاخرى الاساسية انتمنوا ان شاء الله انها باصعار بطاح شوية بالنسبة لوقف التمنديل هو وصل عشرة درهم وكلي كيبيعها سلق نشر درهم هنا باسواق الحمامة العيطار يعني اثمينة اللي هي غالية وغالية بسك يعني تقريبا جميع الاسناف فالحاجة اللي هي الخيصة مرة كينا بطاطة كي قلنا بخمسة درهم وكذلك كينا مقشة بخمسة درهم بينما باقي الانواع الاخرى متابعين الكرام فالتمنديل ما بين ثمانية درهم واربعتشر درهم وثلتتشر درهم وكاين البروكلي اللي وصل تمنديل ثلاثين درهم وكذلك كينا بار بار بيكا او الففل اللي هي كبيرة وصل تمنديل احتى تمنباش وعشرين درهم متابعين الكرام للمتابعة قناة شرطة بقناة شعب اتمنى اننا نكونوا كثنا من خلال هذا البت المباشر اللي حاولنا من خلاله اننا نقربكم من اسعار مجموعة من الخضر وكيف كنا في مئتين درهم يعني تقريبا اعجيب لك كفيفة ماشي تقفة كفيفة يعني اللي هي صغيرة ديال الخضر وخضر متشري لكش جميع اصناف وانواع الخضر معتاوي دقتا ستي متابعين الكرامة متابعة قناة شرطة بقناة شعب فكي الحاجة اللي غدي فياغي كيلو تخسرش لكيلو كيلو ثلاثين كيلو فمثلا بطاطا فكيش الاسراء المغربية لكي تسهلكش يعني اربعة حتى الخمسة حتى سستة ديال كيلو ديال بطاطا خلاله الاسبوع وتقريبا يعني نصف هذا الكيلو غرامات من نصف الماطيشة اللي 8-13 درها اذا المتابعة قناة شرطة بقناة شعب كيف قلنا تمنا هذا الاسعار شوية انها الطح وما تبقاش هكذا غالي هذي الانواع اللي كينا كينا ماطيشة كينا بطاطا وكذلك كينا خزو كذلك كينا القرع خضار كينا خيار وكذلك الكيلو الزعليد وباقي الأطناق وكذلك الكرام المتابعة على شرطة بقناة شرطة بقناة لذلك الكريو الزعليد هذا البتن المباشر وإلى ألفين آخر قمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنين أن نلقاكم إن شاء الله وأنتم بأنحي أنحي أنحي خير إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا